بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الزمر للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثالثة وما بعدها إلى الآية السادسة من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا حيث يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بيّن أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص في التوحيد أردفه بذنّ طريقة المشركين فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وعلى هذا التقدير فخبر الذين محذوف وهو يقولون واعلم أن الضمير في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله عز وجل وهي قسمان العقلاء وغير العقلاء أما العقلاء فهو أن قوما عبدوا المسيحة وعزيرا والملائكة عليهم السلام وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام إذا عرفت هذا فنقول الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء أما بغير العقلاء فلا يليق وبيانه من وجهين الأول أن الضمير في قوله ما نعبدهم ضمير للعقلاء فلا يليق بالأصنام الثاني أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزير والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله تعالى ويبعد من العاقل أن يعتقد في الأصنام والجمادات أنها تقربه إلى الله عز وجل وعلى هذا التقدير فمرادهم أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله عز وجل ويمكن أن يقال إن العقلاء لا يعبدون الأصنام من حيث إنها خشب أو حجر وإنما يعبدونها لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مضوا ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صورا لها وحاصلوا الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله كالكواكب والأرواح السماوية ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبر فهذا هو المراد من قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا واعلم أن الله تعالى لما حكى مذاهبهم أجاب عنها من وجوه الأول أنه اقتصر في الجواب على مجرد التهديد فقال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون واعلم أن الرجل المبطل إذا ذكر مذهبا باطلا وكان مصرا عليه فالطريق في علاجه أن يحتال عليه بحيلة توجب زوال ذلك الإصرار عن قلبه فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بطلانه فيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود والأطباء يقولون لا بد من تقديم المنضج على سقي المسهل فإن بتناول المنضج تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال فإذا سقيته المسهل بعد ذلك حصل النقاء التام فكذلك هاهنا سماع التهديد والتخويف أولا يجري مجرى سقي المنضج أولا وإسماع الدليل ثانيا يجري مجرى سقي المسهل ثانيا فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد ثم قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والمراد أن من أصر على الكذب والكفر بقي محروما عن الهداية والمراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقة للعبادة مع علمهم بأنها جمادات خسيسة وهم نحتوها وتصرفوا فيها والعلم الضروري حاصل بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محض وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر الراجع إلى الاعتقاد والأمر هاهنا كذلك فإن وصفهم لها بالإلهية كذب واعتقادهم فيها بالإلهية جهل وكفر ويحتمل أن يكون المراد كفرانا نعمة والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنعم هو الله سبحانه وتعالى وهذه الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام فالاشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق سبحانه ثم قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه عز وجل منزها عن الولد وبيانه من وجوه الأول أنه لو اتخذ ولدا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف نسبتم إليه البنت الثاني أنه سبحانه واحد حقيقي والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولد أما أنه واحد حقيقي فلأنه لو كان مركبا لحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزءه غيره فكان يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه الأول أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء ينفصل عنه ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد وهذا إنما يُعقل في الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه الثاني شرط الولد أن يكون مماثلا في تمام الماهية للوالد فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين وذلك محال لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن لا يحصل من تلك الماهية إلا الشخص الواحد وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك التعيين معلوما بسبب منفصل فلا يكون إلها واجب الوجود لذاته فثبت أن كونه إلها واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحدا في حقيقته وكونه واحدا في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له فثبت أن كونه واحدا يمنع من ثبوت الولد الثالث أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والزوجان لا بد وأن يكون من جنس واحد فلو كان له ولد لما كان واحدا بل كانت زوجته من جنسه وأما أن كونه قهارا يمنع من ثبوت الولد له فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه فالمحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهورا بالموت أما الذي يكون قاهرا ولا يقهره غيره كان الولد في حقه محالا فثبت أن قوله تعالى هو الله الواحد القهار ألفاظ مجتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى ثم قال عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون يقول الإمام اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بيّن كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا وقهارا غالبا أي كامل القدرة فلما بنا تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقيبها ما يدل على كمال القدرة وعلى كمال الاستغناء وأيضا فإنه تعالى طعن في إلهية الأصنام فذكر عقيبها الصفات التي باعتبارها تحصل الإلهية واعلم أن بيّن في مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات إلهيته إما أن تكون فلكية أو عنصرية أما الفلكية فأقسام أحدها خلق السماوات والأرض وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في تفسير قوله تعالى في فاتحة سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والثاني اختلاف أحوال الليل والنهار وهو المراد هاهنا من قوله تعالى يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان وفي كل يوم يغلب هذا ذاك تارة ويغلب ذاك هذا تارة أخرى وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور ولابد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى والمراد من هذا التكوير أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص من الآخر والمراد من تكوير الليل والنهار ما ورد في الحديث نعوذ بالله من الحور بعد الكور أي من الإدبار بعد الإقبال واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله يكوّر الليل على النهار وبقوله يغشي الليل النهار وبقوله يولج الليل في النهار وبقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والقسم الثالث من الدلائل الفلكية اعتبار أحوال الكواكب لاسيما الشمس والقمر فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى الأجل المسمى يوم القيامة لا يزالان يجريان إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهبا ونظيره قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كطي السجل للكتب كما قال تعالى في سورة الأنبياء عليهم السلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين والمن جنون الدولاب التي يستقى عليها كذا في لسان العرب ولما ذكر الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ألا هو العزيز الغفار والمعنى أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيزا أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فكونه غفارا يوجب كثرة الرحمة وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة وبهذا يحدث التوازن بين الخوف والرجاء على ما قال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه بهذا يوازن المسلم بين الخوف والرجاء ثم إنه تعالى أتبع ذكر الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل فبدأ بذكر الإنسان فقال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ودلالة تكون الإنسان على الإله المختار قد سبق بيانها مرارا كثيرا فإن قيل كيف جاز أن يقول خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها والزوج مخلوق قبل خلقهم أجابوا عنه من وجوه الأول أن كلمة ثم كما تجيء لبيان كون إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية فكذلك تجيء لبيان تأخر أحد الكلامين عن الآخر كقول القائل بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمسي كان أعجب ويقول أيضا قد أعطيتك اليوم شيئا ثم الذي أعطيتك أمسي أكثر الثاني أن يكون التقدير خلقكم من نفس واحدة خلقت وحدها ثم جعل منها زوجها الثالث أخرج الله تعالى ذرية آدم عليه السلام من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء واعلم أنه تعالى لما ذكر الاستدلال بخلقه الإنسان على وجود الصانع ذكر عقيبه الاستدلال بوجود الحيوان عليه فقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي الإبل والبقر والضأن والمعز وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع عز وجل في قوله تعالى في سورة دع وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع عز وجل في قوله تعالى في سورة النحل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وفي تفسير قوله تعالى وأنزل لكم وجوه الأول أن قضاء الله عز وجل وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون الثاني أن شيئا من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب والماء ينزل من السماء فصار التقدير كأنه أنزلها الثالث أنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض وقوله ثمانية أزواج أي ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز والزوج اسم لكل واحد معه آخر فإذا انفرد فهو فرد منه قال تعالى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم قال عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وفيه أبحاث الأول قرأ حمزة إمهاتكم بكسر الألف والميم والكسائي إمهاتكم بكسر الهمزة وفتح الميم والباقون أمهاتكم بضم الألف وفتح الميم الثاني أنه تعالى لما ذكر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه بتخليق الأنعام وإنما خصها بالذكر لأنها أشرف الحيوانات بعد الإنسان ثم ذكر عقيب ذكرهما حالة مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون أمهاتها وقوله تعالى خلقا من بعد خلق المراد منه ما ذكره الله عز وجل في قوله في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله في ظلمات ثلاث قيل الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال بهذه الحالات قد ذكرناه في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ونقف عند قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين